فرصة جديدة للحاصلين على شهادة الباكالوريا في ولاية تيرزامور تتيحها وزارة التشغيل والتكوين المهني مع فرص أخرى لمن يرغب من أبناء الولاية في الولوج بمستوى شهادة ختم الدروس الإعدادية إلى مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني في الزوارات فبعد الإعلان عن موعد المسابقة دعت هذه المدرسة الجميع المترشحين إلى قاعات الامتحان وقد وصل العدد 477 مترشحا يتوزعون على تخصصات الكهرباء الصناعية والكهرباء المنزلية وميكانيكا السيارات واللحامة نديني لتاركة المسابقة تميني نسمعني الإعدان عنها أنها تعدل المسابقة هنا تجاهها وتكوين مهني تكوينها سنتين وقد وصلنا إلى مستوى بريفة الله فورد بريفة وقد وصلنا هنا سياها ومشاء الله جواء الملائم الامتحان امتحان ما شكرنا ليسه إن شاء الله المواد سهلة ملي جرعنا اليوم المسابقة تكوين مهني ما شاء الله زينا ذات تبارك الله والله مادة الأولى الرياضيات كان ذات تبارك الله زينا ما شاء الله والله جعنا هنا السابع والله بدوى التقسيم الثامنة جعنا هنا الثامنة مع أصباحه باسمه لنتوى أغطى المتحانات وعدنا أمرنا واركف حصة لغة العربي تحرص الدولة من خلال تنظيم المسابقة في إطار النهج المعتمد في الموائمة بين المنهاج التربوي والتخصصات العلمية على مراعاة ما يطلبه سوق العمل في كل ولاية هذا ما أكده الوالي المساعد لولاية تيرزمور السيد محمد عبدالله والمحمد عبد الرحمن أمام المترشحين في خضم سيارة ميدانية مكنتهم الاطلاع على الظروف العامة التي ميزت اليوم الأولى من المسابقة وحسب إدارة المدرسة سيتم بعد فرز النتائج اختيار 115 طالبا هو عدد المقاعد المتاحة في هذه المرحلة هذه تعتبر ذات المسابقة على مستوى ولاية تيرزمور في مجال التكوين المهني المترشحينها كانوا 477 وهي مستوى تقني ومستوى شهادة الكفاءة المهنية جرى أول يوم على ما يرام وراجعين على أن قدن أيضاً يكون على نفس بنفس الشيء هذه المدرسة انتشأت حديثة للتجاوب مع حاجيات الولاية من يد العاملة لوجود أكبر شركات على مستوى الوطني والتي تحتاج الياسر من يد العاملة ونحاول دائماً على أن التكوينات التي تقوم بها المؤسسة تتلائم مع حاجيات الولاية من يد العاملة في الغرفة الفنية والسكرتاريا تباشر هيئة الرقابة والتنسيق مواكبة مجريات المسابقة أمام أعين ومثلين عن المكتب الجهوي لرابطات آباء التلاميذ في الولاية وذلك بدءاً من استقبال وتوزيع الأسئلة ثم جمع لوائح التلاميذ بعد كل حصة وانتهاءاً بالتنسيق مع اللجان المركزية في نواكشوت مختار باب أولاحمد قناة الموريتانية مدينة زويرات ترجمة نانسي قنقر